يجوز القول الحمد لله على سلامة المجلس هذا ما قاله رئيس الحكومة أمام سلام في بداية كلمته التي بدأت الجلسة التشريعية بها آملا أن ينعكس ما توصل إليه الجميع من رغبة في تسيير شؤون البلاد على كل ما نواجهه وقال يبقى انتخاب رئيس للجمهورية الاستحقاق الأبرز كتلة الكتائب التي دخلت لتسجيل موقفها مما يجري سبقها النائب أنتوان زهرة في الدعوة لتحويل الجلسة لانتخاب رئيس كون النصاب مؤمن لها فرد الرئيس بر بأن الجلسة مخصصة للتشريع وأن هناك جدوى الأعمال موز على النواب خرج نواب الكتائب فعاد النائب بطرس حرب وطلب من بر الموضوع نفسه فرد هذه الغيرة أريدها عندما تكون الجلسة مخصصة لانتخاب الرئيس النائب إبراهيم كنعان طالب بسحب التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي في جلسة التمديد في العاشر من تشرين الثاني 2014 والتي تقول بعدم مناقشة قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس تقاطعت آراء الرئيسين نبيه بر وفؤاد السانيورة عند اقتراح تشكيل لجنة لبحث قانون الانتخاب في مدة لا تتعدى الشهرين النائب أنتوان زهرة انتقد الحكومة التي تستطيع الاجتماع في الطائرات وخلال المؤتمرات الدولية فقط النائب معين المرعب أثار تهميش عكار في حين تمنى النائب قادم الخير تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في سوء إدارة الكهرباء النائب نبيل انقولة الغاضب من عدم إعطائه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالب باستعادة كرامة الجنسية اللبنانية عبر المعاملة بالمثل قبل المطالبة باستعادة الجنسية النائب سارج تور ساركيسيان سأل عن ضرورة إقرار استعادة الجنسية في وقت لبنان محاصر بالنفايات لافتا إلى أن معالجة هذه المشكلة هي الضرورة اليوم بدي النقاش بجدول الأعمال المؤلف من 42 بندا كل ما يتعلق بالقروض أقر بسلاسة النائب محمد الحجار اعترض على عدم استفادة إقليم الخروب من اتفاقية تعزيز إمدادات المياه من بسري فاستطاع بعد إصراره على الموضوع على الحصول على توصية من مجلس النواب بالطلب من وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والأعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان باتخاذ التدابير لتأمين مياه الشرب من محطات التكرير الملحقة بالسد في بسري مشروع قانون الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد ومنى تحتية ملحة لصالح الجيش اللبناني استحوذ على جدل واسع الرئيس فؤاد السنيورة لفت إلى أن المشروع يعود إلى العام 2012 قبل الهبة السعودية وبالتالي يجب إعادة النظر بالمبالغ المطلوبة خصوصا وأن وزير المال سأل عن الواردات اللازمة لتأمين 2400 ألف مليار للجيش النائب نواف الموسوي سأل عما إذا كانت الهبة السعودية للجيش لا تزال قائمة فرد الرئيس تمام سلام بتأكيد الأمر ولفت الوزير نهاد المشنوق إلى أن القوى الأمنية والأمن العام قد حصل على 70% من الهبة المليار المقدمة من السعودية تم الاتفاق على فصل العتاد للجيش عن البنى التحتية إفساحا في المجال لاستفادة من الهبة السعودية من دون تكبيد الخزينة مبالغ إضافية القانون المتعلق بسلامة الغذاء مر بشكل سريع من دون تسجيل اعتراضات وأخيرا بعد طول ترحال وبعد التجوال لسنوات قربت العشر سنوات أقر قانون سلامة الغذاء الذي أعتقد أنه سينقل حياة المواطن اللبناني الحياة البسيطة وصحة المواطن اللبناني من مرحلة إلى مرحلة يريد أن يؤمن كل مراحل إنتاج الغذاء ويريد أن يؤمن الغذاء السليم للمواطن اللبناني وهذا هو حق من حقوق المواطن الأساسية وقبل أن يرفع الرئيس بر الجلسة الصباحية حصل لقاش مالي مستفيد بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل على خلفية اقتراح قانونين حول فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لتغطية العاجز في اعتمادات مشروع موازنة العام 2016 ورأى السنيورة أن الحال يكون بإنجاز الموازنة فرد الرئيس بر لا تجمع النواب بدك تجمع الجن ولا تجمع مجلس الوزراء بدك تجمع الإنس والجن